بين المسجد الأقصى المبارك وبداية وادي حلوى في بلدة السلوان في القدس المحتلة تجتمع حجارة قديمة يعود بعضها للفترة الرومانية وتصطف إلى جانب بعضها البعض مشكلة بذلك قصور شيدها الأمويون قبل نحو أكثر من 1300 عام وتعرف حتى الآن بالقصور الأموية بنى الأمويون هذه القصور بحسب الطراز المعماري الدمشقي وكان كل قصر من القصور السبعة يتكون من غرف على شكل يقترب من المربع وجميعها يصل إلى ساحة واسعة تقع في وسط القصر هذه المساحة الكبيرة والتي فيها أكثر من أربعة قصور الدولة الأموية حينما أرادت أن تششئ المشروع الأموي في المدينة الكدس وفي المسجد الأقصى كان هناك المنطلق وكان هناك السكن لإدارة مدينة الكدس بقيت هذه المباني موجودة إلى أن جاءت الزلازل وغيرت من طبيعة المكان تهدم المكان القصور الأموية تتعرض لحملة تهويد ممنهجة فقد حولتها بلدية الاحتلال لمزار سياحية ووضعت ما يسمى بالمطاهر في تلك القصور بالإضافة إلى أن ما تسمى بسلطة الأثار الإسرائيلية وجمعية العاد الإستطانية شرعتها في الأيام الأخيرة بحفريات واسعة في المنطقة وتحديدا في الزاوية الشرقية الجنوبية بحجة وجود الهيكل المزعوم بعد عام 2000 بدأت هناك اتجاهات خطيرة جدا اتجاه القصور الأموية وهي محاولة لجعل هذه القصور الأموية لجعلها عبارة عن مطاهر للهيكل بدأت عملية تهويد ووضع ما يسمى بأن منطقة القصور الأموية هي ضمن الحوض المقدس كل ما يريده الاحتلال من هذه الحفريات التي جرت هو خنق المسجد الأقصى هو محاولة تهويد وفعلا بدأت عملية تهويد وما زالت حتى الآن الحفريات منطقة القصور الأموية تصنف كأراضي تابعة للوقف الإسلامي وتقع على مساحة تقدر بخمسة وثلاثين دنوما ويعتبر هذا الموقع بأنه حساس جدا تعمد الاحتلال استهدافه منذ اليوم الأول لاحتلال المدينة المقدسة خاصة أنه لقي اهتماما كبيرا من المسلمين متانة التسويات التي أقامها الأمويون لتتمكن من حمل المباني الضخمة وأهمها المصلى القبلي الذي كان يتكون من خمسة عشر رواقا باتت اليوم مهددة بفعل المخططات الإسرائيلية التي تشكل خطورة عليها نهاية حجازي القدس ترجمة نانسي قنقر